في عام 1967 لاحظ المتابعون لأحد نزالات الملاكم محمد علي أنه كان يلاكم بشراسة غير معهودة لدرجة جعلت كثير من الصحف الأمريكية تهاجمه بعد هذا اللقاء متهمة إياه بأنه تعمد إيذاء منافسه بعد ذلك التاريخ بنحو نصف قرن قام المصارع المسلم حبيب نور ماجميدوف قام بتهشيم وجه منافسه واضطره للاستسلام في الجولة الرابعة ولم يكتفي حبيب بذلك بل قام بعدها بالقفز من على سياج الحلبة مهاجما أحد أعضاء الفريق التدريبي لمنافسه ولكن العجيب في هذا الأمر أن كل من محمد علي وحبيب نور ماجميدوف معروف عنهما بأنهما من أكثر الرياضيين الذين يتحلون بالأدب والروح الرياضية مع منافسيهم فما الذي دفع هذين الرياضيين المسلمين للقيام بما قام به الحكاية بدأت في نهاية الستينات من القرن الماضي عندما بدأ الإعداد لنزال تاريخي كبير بين الأسطورة محمد علي وبطل العالم في الوزن الثقيل أنذاك إيرني تيريل في ذلك الوقت قرر الملاكم إيرني تيريل التخلي عن الروح الرياضية وتحويل ذلك النزال إلى حرب شخصية حرب ثقافية بدلا من حصرها على الجانب الرياضي فبدأ تيريل باستفزاز محمد علي بإهانة هويته الدينية الجديدة وذلك بالسخرية من اسم محمد علي وصراعي وضعا عن ذلك يناديه باسمه القديم كسياسي كلاي وأثناء مؤتمر صحفي خيره محمد علي بأن يناديه باسمه الآن أو أن يجبره على النطق باسمه بعد ذلك النزال إلا أن تيريل رفض ذكر اسمه واستمر بإهانة محمد علي ليس ذلك فحص بل ألف أغنية يسخر منها من اسم محمد علي الجديد حتى حانت ساعة اللقاء السادس من فبراير من عام 1967 فانهالت اللكمات من قبضة محمد علي على وجه إيرني تيريل وصار محمد علي بعد كل لكمة يواجهها على وجهه يسأله سؤالاً واحداً ما هو اسمه؟ وبعد سيل من اللكمات انتهى هذا اللقاء بانتصار الأسطورة محمد علي وانتزاعه لقب بطولة العالم وبعد اللقاء قال محمد علي أنه لا يحمل أعداوة لخصمه ولكن خصمه تعمد إهانته في دينه وأن الدين بالنسبة لمحمد علي ليس مجالاً للمزاح بعد ذلك بواحد وخمسين عاماً تكررت مثل هذه الحادثة هذه المرة ليس على حلبة الملاكمة وإنما على حلبة المصارعة وذلك بين نزال جرى بين المصارع حبيب نور ماجميدوف ومنافسه الأيرلندي كونور ماكريغور هذا الأخير وطيلة أشهر سبقت ذلك النزال كان يوجه إهانات عنصرية وقدرة لحبيب فأهانه في دينه وهويته وفي مؤتمر صحفي سبق هذا النزال أحضر كونور معه زجاجة من الخمر ولم يكتفي بذلك بل قدم الخمر إليه بالسفزاز وهو يعرف تمام المعرفة أن ذلك يمثل إهانة دينية لحبيب الذي يعرف عنه التزامه الديني بالمناسبة تفاجأت بأن بعض المتابعين بعثوا لي برسائل يخبرونني بها أن المصارع حبيب من أحد متابعي برنامج العظماء المئة ويمتلك نسخة من كتابي مئة من عظماء أمه الإسلام المترجم إلى اللغة الروسية وقد عرض ذلك في صفحته على إنستجرام وهذا شيء نتشرف به المهم أن حبيب أراد تلقين هذا المصارع درسا في معنى الروح الرياضية وبالفعل في السادس من أكتوبر من عام 2018 بدأ النزال المرتقب لتنهال اللكمات من قبضة حبيب على وجه كونر ليضطر كونر في الجولة الرابعة فقط أن يعلن استسلامه وبالمناسبة إعلان الاستسلام في مثل هذه الصراعات يمثل أكبر إهانة يمكن لمصارع أن يتلقاها بعد ذلك توجه حبيب إلى أحد أعضاء الفريق التدريبي لمنافسه والذي كان يشتمه طيلة اللقاء فقفز من حلبة المصارع مهاجما إياه الأمر الذي عرضه لعقوبات من المنظمين لهذا النزال حبيب في مؤتمر صحفي بعد ذلك اعتذر على ما بدر منه ولكنه نبه إلى أن هؤلاء كانوا يوجهون إليه إهانات في دينه وأن مسألة الدين بالنسبة له خط أحمر أشاهد من هاتين القصتين ليس مسألة الفوز أو الخسارة في لقاء رياضي وإنما أردت فقط أن أبين أن بعض العنصريين ومرض القلوب يحاولون إهانة المسلمين دون أدنى سبب حتى في مجال الرياضة الذي يفترض به أن يكون مجالا للتبادل الثقافي والحضري هؤلاء لا يفهمون معنى الاحترام وإنما ينتزع الاحترام منهم انتزاعا رغما عن أنوفهم وذلك عن طريق احترام الإنسان المسلم لذاته ومعتقداته التي يؤمن بها أما من فقد احترامه لنفسه وتخلى عن هويته فلن يجد أحدا في الدنيا يقدم له هذا الاحترام ولهذا السبب لا يزال العالم بأسره يتذكر اسم محمد علي بكل احترام وتقدير فقد كان هذا الملاكم الأمريكي المسلم يحترم ذاته وهويته لدرجة أنه رفض أن يوضع اسمه على أرضية النجوم في هولوود كباقي الأسماء الموجودة هناك وقال أن اسم محمد اسم مقدس ولا ينبغي له أن يوضع على الأرض كباقي الأسماء لذلك قام المسؤولون على هذا الطريق بعمل استثناء وحيد لهذا النجم بأن ناقشوا اسم محمد علي على جدار الطريق بدلا من أرضيته رحم الله محمد علي ووفق حبيب وغيره من الرياضيين المسلمين الذين اعتزون بهويتهم لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته